مين من أصحابك في الوسط الفن؟ مين أصحابك؟ مين لسه ممتدة معاهم صحبية تليفون؟ بتقابلوا بعض عائلياً؟ أصحاب جيلي أولاً كلهم أصحابك؟ كلهم إحنا عاملين كمان عاملين جروب على الواتساب وبنتقابل كتير جداً عندي مثلاً محمد عبدالواحد اللي عمل أفواه وأرانب وعلى معيال عيال عندي أحمد عقل اللي اتغنال وإضحك يا بو علي وسكرات هند حسني اللي عملتها لحبيبتي ميرفت العيدي اللي عملت الحفيد وتعمل لها فيلم بتولة بصي شوف سكر بتعمل إيه أحمد عزت اللي هو عمل الوسية وليالي الحلمية في نبيلة دكتور نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفينومة السكندرية دلوقتي مؤمن مؤمن برضو مؤمن حسن ونادر حسن ويا رب ما أنسى حد برضو كتير جدا من أصحبنا موجوه إحنا فاكرينها بش موجود لا فيهم رجعوا يعني أولا أحمد عزت رجع وطلع في الاختيار يعني واحد واثنين وتلاتة وعمل وسط البلد دلوقتي محمد عبدالواحد رجع بفيلم اسمه خانتيولة ومسلسل عمله وفيه طبعا الباقي نفسه يرجع كلنا الحنين بدأ بقى وبنقول كل اللي جوانا احنا بنتقابل احنا ولدنا وحاجات كده يعني بتبقى وما بنهد مع بعض احنا أطفال ما بتكبرش الجروب حتى اسمها ولسه عيال ولسه عيال ولسه عيال قوي بتفتكروا زكرياتكم مع بعض مين أكتر فنانين الكبار اللي أصروا مع الكانين أكتر فنانين انت اشتغلت مع نجوم كبار يوسف أهمي لا أول بطولة لكت مع رجدي أبوزة مينيجي رجدي أبوزة بوسي رجدي أبوزة شادية نادية لطفي مين حسين فاهمي محمود ياسين فريد شوقي تفتكر مين أكتر واحد معلق معك بوسي أولا وليه عبد المنعم إبراهيم ده كان يعني الأب الروحي فعلا أبويه التاني في الوسط الفني ويخاف علي من الهوى عايزة أقول كمان محفظ الألقاب يا رب الجميع يعني الله يرحمه فريد شوقي علشان رانيا وعبير قريبين من سني فكان إحنا نلعب بالسوق ملناش دعا بقى فيجي بالليل يعمل إيه لا يقعد بالجلبية اللي يضاف قطي على الأرض وهو ومربع كده وعبير كده ورانيا كده ونقعد نتكلم ويقول لنا بقى مواقف بقى مع رانيا ومدام سهير برضو ست جميلة جدا سهير توركة طبعا يعني ست جميلة قوي ناس كتير قوي محمود المليجي لما زي ما أنا بصور معاكو كده ويكون هو قاعد بيرائبني دلوقتي ما بيحصلش كده النجم بيبقى عامل كده لا يا جماعة مش كده وكنا إحنا عندنا انتماء للجيل ده بنحبه قوي فيجي يقول لي خدي ممكن أنا يعني أنا فيه صورة بيني وبينه دي طبيعية جدا قال لي ممكن ممكن هو خجول جدا لدرجة خد آه الشرير ده أنا يعني شغلت معا كتير جدا خجول جدا ممكن أقول لك حاجة أقولوا تفضل حضرتك تفضل يا محمود قال لي بوست يا هالة أنتي كان بعمل أول يعني ده مش معاه هو أول حاجة بس المسلسل ده أبواب المدينة جزئين فهو أنا يعني كنت أربعتاشر سنة فجيت يعني فيه مشاهد لازم الناس تركز معايا قوي آه فأنا كنت لسه ما تخلصتش من أنا وانا بكلمك أعمل زي وبعدين بقى لما آه فقال لي بوست يا هالة أنتي المشهد اللي أنتي بتعمليه ده دلوقتي الناس محتاجة منك يعني تبقى يعني يركزوا معاكي علشان ما تحركيش وشك كتير آه ما تحركيش وشك كتير عبري بعنيكي وشك علشان أنتي نجمة كويسة قوي أنتي مشروع نجمة كويس ننسى بقى التفولة وإحنا بدأنا نكبر فلازم ما نحركشي علشان الناس تستقبل منك وتعرف أنتي عايزة تقولي إيه وما تتظلميش في أدائك لأن أنتي مؤدية كويسة جدا ومثلة كويسة جدا فده مقدرش أنساه حتى للمنتجين مقدرش أنساه فبروش دي أبوزة ينهر أبيض رجي أبوزة دا يعني لأ عندي سنتين ونص وحاجة غريبة لأ سنتين 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 مش فكرة والله فكرة يعني أولا ماما كانت بتقولي كذا وانا بفتكر وبكبر كل يوم أفتكر الكلام عشان منسهوش يعني أنا هو يجي أنا أعداد ويجي هو بقى من بعيد أوي هلأ فأبوست كده فطبعا يعني أم جاريا يقوم عمل لي حق يضحكة بتاعته جميلة أوي الأمر دي ويقوم عمل لي كده فيشلني ويفضل يتكلم معايا كتير ليه أنا اكتشفت مجبرة إن دا زكاء منه جدا ليه علشان أن ما يكون قدام الكاميرا يعني زي ماينفعش أنا دلوقتي وأنا بتكلم معاكو الكاميرا فانو ما أنا عاملة كده لأ فهو عشان ما ركزي أركز في المشهد أبقى مركزة مع بابايا دا اللي في الفيلم وما بصشش لحاجة تاني فتا دا كان زكاء منه لكن أقدر أقول إن كاني الشغل معا ما كانش سهل لا لا يعني ستات أو رجالة لا ما فيش خالص أنا يمكن دا حظي يعني فيه ناس كنت بشوفه ولا واحدة ولا واحد يعني أنا يعني اشتغلت حتى ما كبرت خالص خالص بالعكس أنا يوم ما روحت يوم ما روحت اللوكيشن أول مرة تصوير فكان فيه نجوم كتير دل راجل موجود أنا لقيت استقبال غير عادي حتى للشباب الصغير فجأت يعني بيقولوا لهم دي أستاذة هالة دي كانت كذا وكذا حتى بيشرحوا لهم شوفوا الجمال بيشرحوا للشباب الصغير مين دي